موسيقى الموجز الإخباري من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل غادر الرئيس عبد المجيد تبون الجزائر السبت متوجها إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بيان عن الرئاسة الجزائرية أوضح أن الرئيس الجزائري سيشارك في أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن النائب العام الليبي صديق الصور عن فتح تحقيق في انهيار سديني تسبب في سيل مدمر بمدينة درن الساحلية وأكد النائب العام خلال مؤتمر صحفي عقده في درنة أن الادعاء سيحقق في انهيار السدين الذين بني في سبعينيات القرن الماضي بالإضافة إلى تخصيص أموال الصيانة وأن المدعين سيحققون مع سلطات المحلية في المدينة وكذلك الحكومات السابقة أعلنت الأمم المتحدة عن تضرر أكثر من تسعمائة ألف شخص جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ديبيا وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتين بريفت أن ثلاثمائة ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة في إفادة للصحفيين من مقر الأمم المتحدة في جنيف بكر أن البعض في ليبيا خسروا خمسين فردا من عائلاتهم دفعة واحدة واصفا الكارثة في ليبيا بالمرعبة والصادمة اتهم الرئيس تونسي قيس سعيد أطرافا دون أن يسميها بتعطيل مشاريع استثمارية في بلاده بحجاج واهي على حد تعبيره بيان عن الرئاسة التونسية نقل عن سعيد خلال استقباله بقصر قرتاج لرئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني تأكيده على ضرورة تحميل كل مسؤول تعطل المشاريع ما يؤدي بالمستثمرين إلى البحث عن وجهات دولية أخرى سعيد اتهم من أسماهم اللوبيات بانتظار المواعيد الانتخابية للتحرك للاستئثار بثروات البلاد وقوة الشعب التونسي عبر غلق فرص العمل كافة أمام التونسيين تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا الميلوني الجمعة باتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع تزايد تدفق المهاجرين ونشدت ميلوني رئيسة المفوضية في رسالة فيديو عبر منصة أكس مساء الجمعة لتجري زيارة إلى لمبيندوزا بغرض الوقوف على الوضع بعد وصول أكثر من خمسة آلاف مهاجر إلى الجزيرة الثلاثاء الماضي وقالت ميلوني إنها ستتخذ قرارا بشأن إجراءات استثنائية لاثنين المقبل مثل تمديد الوقت الذي يسمح للاجئين بالبقاء في مراكز اللجوء خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين سيتم منح وزارة الدفاع تفويضا لبناء منشآت في أقرب وقت ممكن بحيث تكون كافية لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين سنعطي ولاية لبناء هذه المرافق في مناطق منخفضة الكثافة للغاية يمكن أن تكون محاطة بسهولة بالجدران وحراستها بسهولة لقد كتبت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية لأطلب منها أن تأتي معي إلى لبيندوزا لترى بنفسها خطورة الوضع الذي نواجهه وأن تسرع على الفور في تنفيذ الاتفاقية مع تونس ونقل الموارد الاقتصادية المتفق عليها نفت روسيا السبت صحة ما أعلنته كييف عن استعادة السيطرة على قرية اندريبكا المدمرة في شرق أوكرانيا وهي نقطة انطلاق على الطريق إلى بلدة بخموت ولفتت وزارة الدفاع الروسية في إفادة يومية إلى أن العدو لم يتخلى عن خططه للاستيلاء على مدينة بخموت مشيرة إلى مواصلة عملياته الهجومية في محاولة فاشلة لطرد القوات الروسية من المركزين السكانيين كليشت يوفكا وأندريبكا في أعقاب إعلان هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها المسلحة حققت نجاحا جزئيا بالقرب من قرية كليشت يوفكا بجنوب بخموت أيضا ختام الموجز نلتقي على رأس الساعة